موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا خلف الإضاب أنا أخوكم عبدالفادي واليوم لنستمر في نفس الموضوع الذي أبتدناه قبل تقريبا حلقتين موضوع مهم جدا وعنوانه هل المسيح هو ابن الله واتكلمنا عن مفهوم ابن الله بحسب تعليم الكتاب المقدس الذي هو الكتاب المقدس الذي هو الإنجيل والتورا الذي هو موجود هنا الكتاب المقدس ما يعلمنا أن هذه البنوة بنوة المسيحية عبارة عن بنوة ناتجة عن علاقة جسدية حاشة لله طبعا ما بين الله وما بين امرأة لأن هذا ما هو تعليم الكتاب المقدس بالعكس بنوة رب سوع لها مغازي كثيرة ضمنها أنه هو الابن الأزلي أنه هو كلمة الله وكلمة الله ما تنفصل عنه هو الكلمة اللي حل في الجسد اللي هو ظهر في الجسد وحل بيننا وعاش على الأرض لفترة زمنية وصلب ومات على الصليب ودفن وقام من الموت والآن هو صعد إلى المجد وهذه هي فكرة من هو ابن الله اللي هو المعادل لله ما فيش أي فرق ما بين الله وابنه من ناحية الألوهية لأنه الله واحد لكن في تمييز من ناحية كيف أن الله أظهر نفسه بهذه الأقانيم أقنوم الآب أقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس اليوم لح نستمر في هذا الموضوع البعض ممكن يقول طيب إيش الفرق ما بين بنوة الرب يسوع اللي هو يسمى ابن الله وبنوة الملائكة اللي أيضا الكتاب المقدس سماهم ابناء الله وبنوة البشر اللي أحيانا الكتاب المقدس يسميهم أيضا ابناء الله وهذا طبعا المؤمنين بالله فخلينا نشوف هل بنوة الملائكة هي معادلة لبنوة الرب يسوع طبعا لا ليش؟ لأن الملائكة مخلوقين في سفر أيوب بنقرأ إن كان ذات يوم أنه جاء بني الله ليمثلوا أمام الرب في أيوب واحد عدد ستة في أيوب 38 آية أربعة إلى سبعة عندما سأل الله أيوب لأن أيوب كان يتحاجج مع الله بسبب اللي حصله وعندما سأل الله أيوب قائلا أين كنت حين أسست الأرض عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله كواكب الصبح وبني الله هنا لها مغزى أو معنى بأن هذه هي ملائكة الله فملائكة الله يدعون أبناء الله لكنهم مخلوقين مخلوقين لأن الله هو اللي خلقهم في مزمور مية وأربعة آية أربعة بنقرأ التالي بنعرف أن الملائكة هم أبناء الله لأن الله هو صانعهم وخالقهم الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة في سفر عبرانيين استخدمت هذه الآية حتى تميز ما بين شخص الرب يسوع وما بين ملائكة الله إذن الملائكة ومخلوقين الرب يسوع أزلي غير مخلوق هو الله هو كلمة الله وهو كان مع الله وهو معادل لالله لأنه هو الله نفسه من ناحية البشر أحيانا كتاب القندس بيعلمنا أن أبناء الله البشر المؤمن بالله يدعوا بأبناء الله مثلا نقرأ هذا الشيء في إشعياء 64 آية 8 يقول شعب إسرائيل عن الله والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك لاحظ في اعتراف هنا بأنهم مخلوقين من لخلقهم الله إذن بنوتهم ما لها أي علاقة ببنوة الرب يسوع اللي هي بنوة أزلية بمعنى أنه لقبها لشيء أنه يمثل الله لأنه هو الله الظاهر في الجسد ويقول الله عن شعب إسرائيل إسرائيل ابني البكر في سفر الخروج الأصحاح الرابع آية 22 فالبشر عامة باعتمارهم أبناء الله هم أبناء آدم هم أبناء الله بالخلق أو باختبار الله لهم فآدم مثلا سمي بابن الله في إنجيل لقى لكن هذا لا يعني بأنه أزلي لأن الله خلق آدم وجبله من الطين أما من ناحية المسيح فهي بنوة أزلية بنوة فريدة ومختلفة تماما طبعا عن بنوة الملائكة أو بنوة البشر في الواقع القرآن نفسه بيعترف بصورة واضحة بأن الله الأزلي صار جسدا في آية غريبة جدا طبعا بنقرأ هذا الشيء في سورة مريم سورة مريم اللي هي سورة رقم 19 في آية رقم 17 بنقرأ لمن جاءت البشارة لمريم بأنها ستسير حبلة وستلد ولدا البشارة جاءتها بأطريقة بأن الله صار جسدا كيف صار الله جسدا؟ نقرأ هذه الآية فيقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا أرسلنا إليها روحنا نتمثل لها بشرا سويا كيف روح الله يكون مختلف عن الله؟ هل روح الله فعلا يختلف عن الله؟ طبعا أنا عارف المفسرين القرآن لأن هذه الآية كانت صعبة عليهم تفسيرها اضطروا أن يقولوا أن روح الله هو عبارة عن الملك جبريل أو الملاك جبريل لكن كيف يقال للملاك جبريل بأنه روح الله؟ الآية واضحة جدا فأرسلنا إليها أو أرسلنا إليها روحنا الله بيتكلم هنا بيقول أرسلنا إلى مريم روحنا وروحنا هو اللي تمثل لها في سورة بشر يعني حتى فكرة التجسد بشكل عام موجودة هنا إيش الغرض من يذكر روح ويتمثل كبشر لو نحن بنتكلم عن الملائكة القرآن يذكر ملائكة في أماكن كثيرة يتكلم عن جبريل في أماكن كثيرة كان ممكن الآية هذه تقول فأرسلنا إليها جبريل أو أرسلنا إليها ملاكنا لكن الآية تقول فأرسلنا إليها روحنا فهذه مهم جدا أن نشوف أن القرآن يعترف بفكر التجسد وعقيدة التجسد وهنا واضح جدا جدا أن التجسد هو الله نفسه فإذن عقيدة التجسد الله موجودة حتى في القرآن وهذا التصريح واضح من القرآن بأن روح الله هو اللي صار إنسان كامل وطبعا روح الله لا ينفصل أن الله هو الدليل أنه لو روح الله فعلا كان هو الملاك ليش في آية أخرى في القرآن المرة دي نروح لسورة القدر في آية رقم أربعة ونقرأ لاتي تنزل الملائكة والروح فيه يتكلم عن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح لاحظ التمييز ما بين الملائكة وما بين الروح أنا عارف أيضا أنه أحيانا بيدعى أنه الروح وجبريل والملائكة هم بقية الملائكة لكن هذا التفسير حصل في فترات زمنية بعد نزول القرآن ليش؟ لأنه كان واضح أن هذه الآيات بتسبب نوع من الإحراج لأنه كيف المسلم ينكر هذا الشيء عن أنه روح الله أو الله نفسه تجسد وفي نفس الوقت القرآن بيعترب هذا الشيء فظهرت تفسيرات مختلفة ويحصل فيه اختلاف ما بين المفسرين من ناحية ما تعني هذه الآية فالإسلام بيشهد شهادة صريحة بأن المسيح إله حق حسب تعاليم المسيحية لأن القرآن بيدعو المسيح بأنه هو كلمة الله وروح الله بنقرأ هذا في واحدة من الآيات الموجودة في القرآن التي فيها بمنتهى الوضوح المسيح بيدعى بأنه كلمة الله وروح منه ألقاها على مريم في سورة النساء اللي هي سورة رقم أربعة في آية 171 الآية بتقول بما معناه بأنه المسيح هو روح منه إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه لاحظ وكلمته كلمة مين كلمة الله وروح منه من مين من الله فواضح أن القرآن أيضا بيعترف بألوهية الرب يسوع لأنه كلمة الله وروح الله لا ينفصل عن الله والله أزلي فبعا هذا يعني أن المسيح هو أزلي وبما أن الله هو الوحيد اللي أزلي معنى كده أن المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد هو أزلي فهذا الشيء مهم جدا إنكم يا حبائي خصوصا أتكلم لك كمسلم بتفرج على هذا البرنامج الآن أحب أنك أنت تروح بنفسك وتبحث في هذا الشوائد لأن ذكرت الكية من الكتاب المقدس وأيضا شوف هذه الآيات اللي موجودة في القرآن وشوف كيف المفسرين اختلفوا في آراءهم لو كانت واضحة جدا هذه الفكرة ليش بيختلفوا في هذه الآراء ليش لأنه هذه التفسيرات تفسيرات حصلت في فترات زمنية بعد نزول القرآن بعيدة جدا عن وقت نزول القرآن ليش؟ لأنه بدأ فيه من نوع من الهجوم ضد هذه الآيات أو نوع من الخجل بما معناه بأنه المفسرين ما استطاعوا أنهم يفسروا هذه الآيات فاضطروا أنهم يختارعوا تفسيرات لها وفجأة الروح أصبح هو جبريل مع أنه كلمة القرآن واضحة جدا الروح هنا لها مرجع إلى الله نفسه كأنه القرآن بيقول أنه جبريل هو جزء من الله وكأنه هو ممثل الله يعني هو الله نفسه يعني سار جبريل معادل لله أنا ما أعتقد أن أي مسلم حيوافق معايا على هذا التفسير لكن هذه هي الآية واضحة ووضوح الشمس أنه اللي تجسد وظهر لها بشرا سوية هو روح حلو الله نفسه اللي هو لا يختلف عن الله اللي هو الله بنفسه سؤال قلبي إنك تجد الحق صلي ويطلب من الله أن يوضح نفسه ويوضح فكره ويوضح كلامه لك إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة الرب يباركك ويعطيك بركات غنية من عين اشتركوا في القناة